اشتركوا في القناة وخلينا نبلش في درس فضل القرآن الكريم ايش فضل القرآن الكريم ربنا يوم ما نزلوا ايش يعني بنستفيد منه هذا ان شاء الله بدنا نعرفه مع بعض طبعا نذكر ان بعض العادات اللي كانت منتشرة في الجهلية قبل الاسلام اللي هو يدفنوا البنات وهنا صغار شرب الخمر والزنا وهي الشغلات وبعدها نزول الواحي على نبي الله الاعظم في غار حراء شو اول آيات نزلت من القرآن الكريم اللي هي اقرأ الحكمة من اول آية انها نزلت ايش اقرأ طب ايش القرآن الكريم هذا التعريف مهم جدا تكون حافظ كلام الله تعالى المعجز المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بوساطة الملك جبريل وهو المنقول بالتواتر المكتوب في المصحف المتعبد بتلاوته المقرون بالتحدي المبدوء بصورة الفاتحة والمختوم بصورة الناس صاد جدا مهم التعريف بدك تدير بالك صعب لا ربنا حكا معجز هذا القرآن كلام ربنا المعجز نزل على سيدنا محمد من جبريل او بوساطة جبريل وهو ما نقول بالتواتر ومكتوب في المصحف ومتعبد بتلاوته وبيبلش بالفاتحة وبنته بصورة الناس وفي تحدي اكيد لأي واحد بده يجيب زيه شو اسمع القرآن الكريم طيب هذا لا هذا ما بده يا صراحة ليس الفرقان الفرقان ليس القرآن وليس الذكر وليس الوحي وليس التنزيل وليس النور كل واحد إله معنى ليست بنفس معنى ليست هاي من أسماء القرآن الكريم هذه كل واحد إله معنى هذا صندوق المعرفة بهاي الطريقة مرفوض ورط في القرآن الكريم عدد من الآيات البدل على فضله منها قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وقول فيتا أيضا ألف لا مرا كتاب أنزلناه إليك كي تخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد طيب في السنة النبوية شو أتى فيها كم من حديث ذل على منزلة القرآن الكريم واللي بيقرأه كمان منزلته بتكون عالية وبيعمل فيه خصوصا طيب القرآن بيحفظه هاي أول إشيه مشهادة الرسول إنه أحسن إنه خيرية حيث قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه والقرآن الكريم بيشفى لقارؤ يوم القيامة اقرأوا القرآن فأنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه إذن باختصار إش أهمية القرآن الكريم؟ إن القرآن الكريم شامل لجميع نواحي الحياة فهو منهاج حياة لمن أراد الحياة بعزة وكرامة والقرآن الكريم سهل سبب في سيادة الأمة الإسلامية على غيرها من الأمم عندما تمسكت وعملت به والقرآن الكريم هذى بالنفوس وحررها من تقاليد الجاهلية ورفحها من تراب الأرض إلى عينان السماء وفضل الله تعالى القرآن الكريم على غيره من الكتب السماوية بأن جعله للناس كافة وجعل رسالته خالدة إلى يوم الدين طبعا احفظ ظليل واحد من القرآن وآخر من السنة ويخلف عليه طيب التقويم السؤال الأول من عدات الجاهلية قبل الإسلام المحمودة شو كانوا يعملوا الكرم والجود؟ الكرم والجود ليست من أسماء القرآن الكريم البشارة البشارة ليست من أسماء القرآن الكريم ما هو المقصود بالقرآن الكريم؟ حكينا كلام الله المعجز المنزل سيدنا محمد بواسطة الوحي جبريل عليه السلام والمنقول بالتواتر والمتعبد بالتلاوته والمتحدى به مبدو بصورة الفاتحة والمختم بصورة الناس من أسماء القرآن الكريم الذكر والكتاب والفرقان طيب مع أن هذا الإشي ليس دقيق جدا قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمها كيف فضل الله تعالى القرآن الكريم على غيره من الكتب السماوية أنه خلى جعل الناس كافة وجعل رسالته خالدة إلى يوم الدين وضح أمرين دلان على همية القرآن الكريم أنه شامل لما جميع مناواح الحياة والسبب في سيدة الأمة الإسلامية على غيرها من الأمم ما واجب نتجه القرآن الكريم أن نقرأ ونحفظه حتى يكون حافظ إلنا والمحافظ عليه والتمسك به والعمل بما جاء به واضحوا يا حلوين جاهز بهذه الطريقة بسيك بسيك احفظوا منيح وإن شاء الله شكرا في الدرس القادم إلى اللقاء